تدخل بمجموعة من الدروس والمستجدات التربوية كذلك تجدون فيها بعض الأعمال اليدوية والأنشطة الأخرى في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أتقاسم معكم موقعين جد مهمين لتلاميذ المستويات الابتدائي والإعدالي وخصوصا تلاميذ المستوى الابتدائي الموقع الأول وهو قاموس المعاني هذا الموقع يعني فهو جد مفيد ويجب أن يستعمله جميع التلاميذ خصوصا في المواد اللغة العربية والفرنسية فهو يمكن من خلاله أن نجد فيه شرح جميع المفردات وكذلك أنواع الكلمات ومجموعة من المعطيات الأخرى مثلا سوف أكتب هنا مثلا لعبة أو كلمة أخرى ثم أجد تعريف هذه الكلمة تعريف ومعنى هذه الكلمة وجميع الكلمات أو المرادفات القريبة لهذه الكلمة أيضا في مثلا في النصوص القرائية إذا وجدت مثلا بعض المعاني الصعبة فيمكن أن أكتبها هنا وأبحث عن شرحها دون البحث في جوجل يعني يكفي هذا الموقع فقط نضابة مثلا كلمة نضابة فنجد أن نضابة فهي كلمة فعل وتعني مثلا كمثال هنا نضاب الماء أي غارة في الأرض أو جفة يعني هذا الموقع فهو يغنيني عن مجموعة من المواقع الأخرى وعن تضيع الوقت في البحث عن شرح الكلمات وشرح المفردات يتضمن أيضا قواميس عربية فرنسية يعني يمكنني أن أختار مثلا لغة فرنسية أو أختار مثلا ترجمة بعض الكلمات أيضا عندنا مرادفات وأضباد عندنا كلمات القرآن يعني لشرح كلمات القرآن ترجمة سياقية معاني الأسماء فوائد لغوية أقوال مأتورة إلى غير ذلك يعني فهو يتضمن مجموعة من الأشياء المفيدة اللغة العربية في القرآن في المالية يعني هذه الكلمة التي يبحث عنها أي مجل تنتمي إله أمثلة سياقية لهذه الكلمة مصطلحات لهذه الكلمة هنا عندنا مثلا قواميس عربي أجنبي قاموس عربي إنجليزي قاموس عربي ألماني سوف أختار مثلا قاموس عربي فرنسي أكتب مثلا كلمة هنا ذهب كمثال ذهب فأجد مثلا ذهب فهو فعل ماضي يعني ألي أو بارتيغ أو صنزال أو ذهب اسم وهو لغ يعني أكتب الكلمة باللغة العربية فيعطيني شرحها باللغة العربية وأيضا ترجمتها باللغة الفرنسية فهذا الموقع فهو مهم جدا للتلاميذ وخصصا تلاميذ المستوى الابتدائي الموقع الثاني وهو موقع روفيرسو كونتكست فهو أيضا موقع مهم جدا فمهم في الصرف والكونجيزون فهو مهم جدا للتلاميذ مثلا أكتب مثال هنا مثلا باللغة العربية مثلا فعل ناما ناما فيعطيني تصريف هذا الفعل في جميع الأزمين التصريف ناما إذن كما تلاحظون فسوف يقوم بتصريف هذا الفعل في جميع الأزمينة في الماضي في المضارع في المضارع المنصوب في الأمر في المبني المجهول في جميع الأزمينة أيضا يمكن أن أقوم بتدخيق اللغوي يعني أن أكتب مثلا كلمات هنا عندنا باللغة الفرنسية أكتب مثلا كلمات والموقع سوف يقوم بتصحيحها مثلا هنا جو منج سوف أكتبها خاطئة كمثال جو مثلا منج سوف أكتبها خاطئة سوف أضغطه هنا وأضغطه على تصحيح كما تلاحظون قام بتصحيح الكلمة جو منج كما تلاحظون أيضا عندنا يعني يمكن أن أستغل على الموقع باللغة العربية أو باللغة الفرنسية أقوم بكتب بكتابة سوف أقوم بتغيير اللغة من هنا فرنسي أقوم بكتابة الكلمة مثلا أو لذغب عليه وسوف يقوم بتصريفه في جميع الأزمنة كما تلاحظون في جميع الأزمنة في هذا الموقع فهو يغنيني عن تضيع الوقت في مواقع أخرى فهو موقع شامل كل أي شيء يحتاج إليه التلميذ المستوى الابتدائي وبالتوفيق لكم إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر